خليني أسأل حضرتك عن ذكرات حضرتك الشخصية بقى مع المولد يعني حضرتك تتذكر أكتر مرة فرحتي بها مثلا بحلوة للمورد أو باحتفال بالمورد كان وعمر حضرتك كان والله يا شيخ عمر أنا لا أذكره زمانا ما عشت في هذه الالتجر الله ربنا يدي معليك نحن نشأنا نشأنا أصلا في ساحة يعني هم محتفلة بشكل مستمر وكما ذكرت لحضرت على أنه لازم نحن نقرأ المولد في الساحة نفسها وداخل المنزل كمان يعني لازم نعملها في الاتنين يعني نعملها في خارج في الحياة العامة وده الأيام العادية ده طول العام يعني نحن لابد يومين في الأسبوع يكون عندنا مجلس اسمه المولد مجلس المولد إن شاء الله ولهن كانت الفرحة فيه تكون يعني كثيرة لما فيه أيضا من الحلوة وهدايا المولد إيه أكتر بقى أكلة أو حلوة بقى إيه أكتر أكلة وحلوة عندي أهلينا في السودان بتعمل في المولد في الحلوة في حلوة تسمى حلوة المولد اسمها كده اسمها كده وفيها يعني أشكال كثيرة جدا أشهرها الفولية اللي هي يعني أيضا منتجة فول السوداني والحمصية والسمسمية والعلف والفعلات التي نحن سميها اللي كوم مشهورة يعني آه طبعا وفيه مجسمات عرائسة المولد ده أيضا هي نوع من الحلوة أنا ليه أتأمل شوية كنت بقول كده في اللي عندنا ليه هم راحوا على كل البذور كده وخلوها تحلوة كانهم بيقولوا أي حاجة تتصل بحضرة النبي تحلوة تحلوة حقيقي أي ثمرة تتصل بحضرة النبي تحلوة وفكرة إن هم جابوا العروسة وجابوا الحصان هم عايزين يقولوا إيه إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيه فرح صح فنعمل إيه يرمز بالحصان إلى الفروسية وإلى بالعروسة إلى الجمال وكأن حضرة النبي فارس الجمال فيه الجمال كله صلى الله عليه وسلم لكن أصدهم يعملون هنا أي حاجة ده كان أصدهم إنهم يعيشوا في جمال حضرة النبي ده الحقيقي وهو فيه فلسفة يعني لهذه المزء أنا دايما نقول لهم هو المولد ذكر وذكرا الذكر الجوانب التعبدية الموجودة فيه من صلح صلى الله عليه وسلم والتفنن فيها والأماديح أيضا تنتمي إلى الذكر ويعني نشر العلم يعني لابد في كل قيم من القيم يكون فيه أيضا محاضرة إن شاء الله لازم لازم كلامي يذكر بقى ويكلم عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الناس أخلاق وليالي شعرية تنافسيات الله أكبر لكن الذكرى ده يعني فطرة يعني أي إنسان رأى الجمال ينحزي له طبعا أي شخص يعني فيه وفا في قلبه لكل من قدم له خير خير فالمظاهر الذكرياتية هي مظاهر عادية ودى في الفطرة السليمة ودى تجعله مولد إنساني اجتماعي حياتي واصلا الشريعة ما جاءت لتلغي الفطرة العكس تهذب هذه الفطرة وتوجيها في الوجهات الصحيحة وتقابل العطاء بالوفاء فبعتقد أن نفس هذه الحلوة مع أنها مظاهرين هي ذكرياتية فحسب لكنها تعمق المحبة وتورث هذا الحب وتجعله مظهر شايع في الأطفال والتبادل والمولد نفسه موسم للتراحم سبحان الله يعني إذا كان حد شاف حد ما عنده حلوى المولد ولا عرائس المولد ده في تكافل في الله الله أكبر في هذا الأمر لأنه أي منزل لا بد يكون فيه هذا المجهد ما فيش بيت وربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إلا توصلوا رحمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أنا حاسس أن أهل السودان وإحنا بنتكلم وبنتقانس مع بعض يعني كأن هم معجونين كده بجمال وحب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن يداوموا على هذه الرحمة والتعرض للرحمة في كل رحمة من الله أنهم هم مقامون في هذا النقام ويتعرضوا للرحمة اللي هي الرحمة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي الرحمة الواسعة فهو رحمة الله التي وسعت كل شيء كما هو واضح من سياق الآية ومن عجيب الأمور أن أناس بهذه القلوب ويحصل هذا التهارج الذي يراها الناس أنا أعتقد أنها هي مؤامرة كونية لكن إذا ارتبطوا بهذه الذكريات وغنوا مع شاعرهم لذكراك يا خير النبيين روعة يداعبها نور الهدى وتداعبه هي الغيث إن ضن الزمان بغيثه أفاضت أيديه وأخصب الساكبه يحيل جديب الأرض جنات روعة وقد كان مقفارا تروع سباسبه بالنبي صلى الله عليه وسلم يعود النفت وتعود البشريات والخير كله إن شاء الله إن شاء الله بكم وحبكم وإن شاء الله باجتماع الناس على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزول هذا الغم وإن شاء الله يكون في النعمة وفي الأمان وفي السلامة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم عنوان السلام وعنوان الرحمة وعنوان البركة وعنوان نور معنا رزيلا أنا شاكر لحضرتك هذه اللحظات اللي فيها النفحات والأنوار والبقاء في حضرة الجمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إنه بيشكب على قلبكم كل هذا الجمال شكراً لإستضافتك أجزاك الله خير ودائم معك النور والحب والتلاقي الجميل الله يرضى عليكم مع المزيد شكراً شكراً على وجود حضرتك معنا